اشتركوا في القناة بتطبيق ما تعرفوه حول السلاسل الغذائية والمواطن الطبيعية هذه الحديقة ممتلية بالنباتات والحيوانات التي تعيش معا توفر شقرة المانجو المسكن والغذاء للطيور واليرقات وتوفر لازهار الغذاء للنحل والحشرات بينما يوفر العشب الغذاء للنمل حدد المواطن الطبيعي الموجود في الصورة عندنا حديقة ارسم خمس سلاسل الغذائية عندنا المانجو طائر مانجو يرق يرق ازهار حشرات كذلك ازهار نحلة والعشب نملة صف طريقة تعتمد فيها النباتات والحيوانات على بعضها في هذه الحديقة طبعا توفر شقار المانجو مكانا للطيور لبناء شاشها وتوفر الازهار حبوب اللقاح للنحلة لنشرها بين الشجيرات الاخرى عندنا ننتقل الى هنا في هذا التمرين ستتعرب على الكائنات الحية المنتجة والكائنات الحية المستهلكة وسترسم سلسلة غذائية طبعا بعد ما ننظر الى هذه الصورة ماذا يمثل السهم واحد ضوء الشمس ماذا يمثل السهم الثاني اوكسيد الكربون في الهواء ما العامل الثالث الذي تحتاجه الشجرة لتصنع الغذاء عندنا الماء حدد الكائن المنتج والكائن المستهلك ثلاثة هو كائن منتج اما اربعة فهو مستهلك وخمسة مستهلك مستهلك عندنا نرسم سلسلة اللي هي شجرة حمار وحشي واسد عندنا واسد شجرة حمار وحشي واسد ننتقل للسؤال اللي بعده الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية اذكر اثنين من الكائنات المنتجة شجرة الكاسيا وحشائش اذكر اربعة حيوانات تأكل النباتات غزال غزال امبلة وكذلك نمل ابيض وقرد البابون وحمار الوحشي اذكر اذكر ثلاث مفترس مفترسات مثل الاسد والضبع والنمر ارسم ثلاثة الغذائية عندنا حشائش غزال امبلة واسد عندنا حشائش حمار وحشي واسد عندنا حشائش وقرد بابون واسد ارسم ثلاثة الغذائية واحدة فيها كائنات منتجة وفريسة وفترسان عندنا حشائش حمار الوحشي والضبع واسد كذا انتهينا من حال هذا السؤال ننتقل للسؤال اللي بعده ثلاثة الغذائية الموطن الطبيعي المختلف صحراء رمال الشرقية ورمال الوهيبة عندنا حدد اثنين من الكائنات المنتجة في المواطن الصحراء عندنا الاعشاب والنباتات الصحراوية كيف تحصل هذه الكائنات المنتجة إلى الماء من خلال الأمطار سمي ثلاثة حيوانات تأكل النباتات فقط الضبي والنملة والخمسة والخمسة واليارقة اذكر اثنين من المفترسات والفريسة القط الرملي المفترس والفريسة والفار عندنا الصقر العنكبوت أرسم سلسلة غذائية واحدة بها كان منتج وواحد ثلاث كائنات مستهلكة عندنا نباتات نباتات صحراوية عندنا نملة عندنا العنكبوت والسحلية نباتات صحراوية الخنفسة الفر والبومة وبكذا انتهينا من هذا أو هذه الصفحة ننتقل إلى هنا المؤيدون لزالة الغابات مزارع قهوة مخطط مدن نجار حطاب رجل يحمل خشباً خشباً المعارضون علماء الأحياء أو عالمة الأحياء معالج شعبي طبيبة رجل رجل مسن عالم بيئة وعالم بيئة ننتقل للسؤال اللي بعده أذكر ثلاث غازات تلوث المدن ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين ما من أين تنتج هذه الغازات الملونة تنتج من عوانم السيارة المدن الأكثر تلوثاً هي التي تنتج الفحم عند احتراق ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت طبعاً أكسيد الكبريت يتسبب ذلك في وجود طبقة من الهواء الملوثة فوق المدن وتنتقل أعداد كبيرة من الناس تنتقل أعداد كبيرة من الناس يومياً من منطقة إلى أخرى في المدينة منتجهين للعمل يستخدمون الحافلات والطاطرات والسيارات والتكاسي ويسبب ذلك في تلوث الهواء بأول ثاني بأول أكسيد الكربون الآن ننتقل إلى إلى هنا كيف يمكن إعادة تدويرها جريدة نستخدمها في التغليف في شيء ما أو نضعها فراش لرسم بها كذلك لب التفاح أو قشر الخضروات نصنع منها السماد العبوي السماد العبوي حاوية بلاستيكية أعرض لكم هذا الهدول طبعاً عندنا الحاوية البلاستيكية أغسلها وأستخدمها لتخزين الأشياء فيها وأخذ للحضانة ليستخدمه الأطفال وضعها في حاوية إعادة تدوير المجلة أعطيها شخصاً آخر ليقرأها أو أخذها إلى المستشفى وعيادة محلية ليقرأه الآخرون صندوق كرتوني أستخدمه لحفظ الأشياء وضعه في حاوية إعادة تدوير الب الطعام أستخدمه لوضع فرش الرسم وضعه في حاوية أو إعادة التدوير هذا هو ملخص ملخص الإجابة الآن ننتقل إلى المراجعة اللغوية أكتب هذه الكلمات بالترتيب الصحيح طبعاً كيفية الانتقال أولاً الشمس وكائن منتج وأخيراً كائن مستهلك ما الفرق بين المفترس والفريسة؟ المفترس هو حيوان يتغذى على حيوان آخر وعندنا هنا تلوث الهواء مثل عندنا هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثة تلوث الهواء عندنا الربو عندنا التهاب الشعب الهوائية عندنا ضعف الرؤية كذلك الأمطار الحمضية هذه جميعها واحد أما بالنسبة للاثنين إزالة الغابات عندنا أنواع قلمية لشقار تلف الحيوانات أو نفقد الحيوانات كذلك الاحتباس الحراري وأيضا جفاف التربة أما الحفاظ على البيئة عندنا إعادة التدوير وإعادة الاستخدام تقليل الاستخدام وصنع السمات العضوي وبكذا انتهينا من حل أسئلة هذه الوحدة أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصد السادس لتعمل فائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو